اعرف دينك الى قتل هذه الحشرات بشتى الوسائل ويجهل الكثير منا انه لا يحق له قتل هذه الحشرات لان وجودها له رسالة طاقية تخبرك بوجود خلل في المنزل وانه يجب عليك فهم الرسالة بدل قتل الحشرات التي تخبرك بوجود الخلل الطاقي قد يسأل البعض ماذا يعني وجود خلل طاقي في المنزل ان كان افراد اسرتك لديهم الكثير من المشاكل والمشحنات والسب والشتن او عدم انسجام فتأكد من وجود خلل في طاقة المنزل او ربما كانت طاقة حسد او سحر والحشرات تعرف تماما هذه الطاقات وتنجذب لها لنأخذ انواع الحشرات والسبب وخلف وجودها بكثرة في المنزل الصراسير الغير بين افراد المنزل او من شخص اتجاه بقية الافراد الوزغ او البرز تكثر في المنازل التي فيها سب وشتم ولعن حتى لو كان فرد من افراد الاسرة الناموس تكثر في المنازل التي يتسم اصحابها بالتكبر والغرور العناكب قد تدل على وجود كنز او مال او ان احد افراد الاسرة يحتفظ بمبلغ كبير من المال او وجود طاقة تسلط كان تتسلط الزوجة على الزوج الذباب تكتثر في المنازل التي يكون اصحابها غير راضين عن حياتهم ومتوترين دائما الفراشة وجودها يعني تردد عالي طاقة جميلة وجود بشري او اخبار صارة النمل يظهر في المنازل التي يشعر اهلها بالنقص او الفقر فالنمل ينجذب دائما لطاقة الشح والندرة اما اذا ظهر في منزل لا يوجد به فقر او شح او حتى شعور بذلك فهو دليل على انتقال الى منزل اخر ويدل النمل ايضا على وجود طاقة سحر او حسد لان النمل ينفر من هذه الطاقات ويخرج من مخبئه لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر